السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سلام طيبين يا جماعة. اخباركم ايه? يا ربكم بخير. ان شاء الله. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد اللي هو اراضي اسكان متميز. اه اللي تم طرحه في ستة اكتوبر وبدر والعاشم من رمضان والسادات. وبرج العرب الجديدة. والفيوم الجديدة. بنسويف الجديدة. واسيوت الجديدة. ختيبة الجديدة. وغرب انا. وغرب السيول. وسهاج الجديدة. السوان الجديدة. بس قبل ما نتكلم يا ريت نعمل اشتراك من تحت الفيديو. بعد كده هندوس على تفعيل الجرس. هندوس على كل. عشان يوصل لك كل جديد. طبعا الحجز هيكون لتلاتاشر مدينة اللي تم طرحهم. اللي هو اسكان اللي هو اراضي اسكان المتميز. التسجيل اللي بدأ من يوم تمانية وعشرين فان يوم التلات. تمانية وعشرين سبعة عشرين عشرين لحد لمدة شهر طبعا لحد مسلا تلاتين تمانية. آآ والتخصيص هيبقى بأس بيئة الحجز. بعد كده هنبدأ المرحلة التانية اللي هو حجز الاراضي هيبدأ من يوم ستة تسعة لحد يوم عشرة تسعة. من ستة تسعة عشرة صباحا لحد الساعة اتناشر مساء يوم الخميس عشرة تسعة. مقدم حجز اراضي الاسكان المتميز ميت الف جنيه. كما دفع ميت الف جنيه دفع واحدة غير مجزقة. هنبعثها على بنك التعمير والاسكان فرع المهندسين. اهم حاجة في الحجز اسم متقدم رباعي ورقم البطاقة اقامي دو من تقوى من اربعتاشر رقم. بعد ذلك استكمال الخمسة وعشرين في المية بالاضافة الى واحد في المية مصاريف ادارية وخمسة في المية لصالح مجلس الامناء من اجمال قيمة الارض خلال الفترة من عشرين تسعة عشرين عشرين حتى عشرين عشرة عشرين عشرين وبنفس اسطوب سداد مقدم الحجز برضو يتم تحويل المبلغ على بنك التعمير والاسكان فرع المهندسين او من اي فرع اخر والعميل بتحمل اي مصروفات من اي فرع اخر. بعد كده هنسدد تمن الارض اللي هو الخمسة وسبعين المية من اجمال تمن الارض على تلات اقصات سنوية متساوية. هيتم دفع الاول بعد سنة من الاستلام الارض. تاني حاجة لو حد ما دفعش القسط سنة اه قسطين واربع هيتم الغاء التخصيص. يعني كده. سحب الارض منه. لكم رابط قرص الشروط تحت الفيديو. عشان برضو نتبعها ونقرأ فيها كويس المشروط والاحكام. هيتكلم عن اول مدينة مدينة ستة اكتوبر الجديدة. ما تروح فيها خمسمية وخمسة قطعة ارض. اه طبعا متوسط المساحة تحت الارض ديات خمسمية متر. السعر عامل تلات تلاف تنمية وخمسة. طبعا اه النسبة بنائية فيها ما تزدش عن خمسين في المية. عادل ادوار ارضي زائد تلات ادوار علوية متكررة. المدينة التانية مدينة بدر اه طبعا اه معروض اه تمانية وخمسين قطعة. اه متوسط المساحة برضو بيبدأ من خمسمية متر. سعر المتر واقف بتلات تلاف تلتمية وتسعين. النسبة بنائية برضو اللي تتعدل خمسين في المية. اللي هو الدور الارضي. وعدل ادوار زائد ارضي زائد تلات ادوار متكررة. اما بالنسبة لمدينة العاشر من رمضان. فطبعا العدد مية واحداشر. والسعر المتر واقف الف تسعمية وعشرين. طبعا النسبة بنائية مش تتعدل خمسين في المية للدور الارضي. وعدل ادوار بدروم زائد ارضي زائد تلات ادوار متكررة زائد غرف سطح. اما بالنسبة لمدينة السادات. فمطروح مية وخمسين قطعة ارض. متوسط المساحات ستمية متر. السعر بيبدأ من الف تنمية وخمستاشر. السعر عامل الف تنمية وخمستاشر. والنسبة بنائية لا تتعدل خمسين في المية. الارضي وعدل ادوار بدروم زائد ارضي. تلات ادوار متكررة. بالنسبة لمدينة برج العرب الجديدة. عاملة مساحة مية اتنين وتسعين متر. واعلى مساحة خمسمية متر. السعر بيبدأ اقل مساحة بيبدأ من الف خمسمية خمسة وسبعين. واعلى مساحة بيبدأ من الفين ستمية وعشرين. ده بالنسبة لمدينة برج العرب. طبعا المساحة تلبيونا مش هتتعدل خمسين في المية. هيبقى بدروم وارضي والتلات ادوار متكررين. اما بالنسبة لمدينة بنسويف الجديدة. فالعدد مية قطعة. متوسط المساحات هيبدأ من ربعمائة وستين لحد ستمية وخمسلاشر. سعر المتر بيقف بالفين ومتين. طبعا البناء هيبقى دور ارضي. وتلات ادوار متكررين. بالنسبة لمدينة اسويت الجديدة. فالعدد هيبقى خمسين قطعة. سعر المتر واقف بالف وخمسمية وتلاتين. طبعا المساحة البنائية هيبقى ارضي واتنين متكرر فقط. اما بالنسبة لمدينة غرب اسويت. المساحات هتبدأ من ربعمائة خمسة وتسعين لحد الف ومية. السعر الفين ومتين. اه النسبة البناء هتبقى ارضي والتلات ادوار متكررة. بالنسبة لمدينة السهاج الجديدة. العدد المطروح تسعة وتمانين قطعة. اه متوسط المساحات بيبدأ من اربعمائة وستين. طبعا قابل الزيادة او النقصان. زي ما مكتوف في راس الشروط. اه السعر بيبدأ من الف تسعمية وخمسين جنيه. اه تاني حاجة البناء هيبقى عدد اه خمسين في برضو بنفس النساحة. تاني حاجة هيبقى ارضي زي ادوار متكررة. الوزارة سامحة برضو بعمل بدروم بس بالانشطة اللي هي تسمح بمش يعني متعملش نشاط غير مخالف لوزارة الاسكان. اما بالنسبة لمدينة غربي انا. فالعدد المطروح مية قطعة. طبعا بتبدأ من خمسمية وتلاتين متر لحد الف ومتين متر. السعر بيبدأ من الف سبعمائة وخمسلاشر. طبعا برضو قابلة للنقصان اللي هو الاراضي او الزيادة. النسبة بنائية لتعدل خمسين في المية. ارضي زي ادوار متكررة. وطبعا بيسمح بعمل بدروم زي سهاج. بالنسبة بقى لمدينة الطيبة الجديدة. فالعدد ده هيبقى مية قطعة. متوسط المساحة ستمية متر قابلة للزيادة او نقصان. السعر المتر بيقف الف وستمية جنيه. المساحة اللي هنبنى عليها خمسين في المية. هيبقى عدد الادوار ارضي زائد اه بدروم زائد تلت ادوار متكررة. بالنسبة بقى لمدينة اسوان الجديدة. فعدد قطعة مية تلاتة وعشرين قطعة. متوسط المساحة بيبدأ من خمسمية متر قابلة الزيادة ونقصان. السعر هيبدأ من الف تلتمية وسبعين جنيه. هنبنى على مساحة خمسين في المية. طبعا ارضي زائد تلت ادوار متكررة. بكده نكون خلصنا طبعا اه جميع المدن المطروح فيها. الاراضي اسكان متميز. اللهمة تلتاشر مدينة. طبعا اه ضفعة مقدم لها مية الف جنيه. اه غير مجزقة. بتتدفع في بنك التعميل والاسكان. فرع المهندسين. اه طبعا حاجة يا جماعة عايزين نقرأ القرص الشروط قويس جدا. قبل ما تروح التعاقد. هتشوف المكان اللي انت عايزه بالزبط. وتحسينه كويس. ان اي خلل بقرص الشروط بيتم سحب الارض. وطبعا ما فيش راجعة في كلام ده. كده احنا عرفنا الاراضي المطروحة اللهم الف ستمية تلاتة وستين قدع بارض. مطروحين في مدينة ستة اكتوبر الجديدة. بدر العشم من رمضان. السادات برج العرب الجديدة. الفيوم الجديدة. بن سويف الجديدة. اسيوت الجديدة. غرب اسيوت. سهاج الجديدة. غرب اينا. تيبة الجديدة. اسوان الجديدة. التخصيص هيبقى باسبقية الحجز. يعني اي حد اول سابق في موضوع الحجز اول هيفوز بقطعة الارض. التسجيل بدأ هيبدأ ان شاء الله من يوم تمانية وعشون سبعة. اللي هو بدأ يوم التلاتة اللي فات. ولمد شهر اه الاراضيات مطروحة. بعد كده هنروح نحجز اللي هي المية الف جنيه وفارع المهندسين. بكده نكون لمينا خرش لكلها اللي انتو طلبتوها مني. والمدن اللي هي مطروح فيها ازيه ايجي الاراضي. برضو ان المساحة بتبدأ الجميع الاراضيات المساحة بتبدأ من مية وتسعين متر لحد الف وماتين متر اقصى حاجة. طبعا بنبنى على مساحة خمسين في المية من الارض. يعني لو مساحة مسلا متين متر نبنى على مية متر. اللوة بيبقى اه ارضي زائد تلات ادوار متكررين. بكده يكون خلصنا اه الكرسة كلها. اتكلمنا على المدن المطروح فيها الاراضي. اما حاجة عايزين نعمل شير للفيديو. عشان الكل يستفيد. واي تعليقات اي حاجة اكتبوا لي تحت الفيديو. وتاني حاجة سيقبلوك هنا رابط الكرس الشروط. تحت الفيديو عشان برضو تحملوها. طرقها قويس لو فيه اي حاجة. واي اسئلة هدحت امركم اهم حاجة هنعمل شير اه للقناة وشير للفيديو. هندوس على كلمة اشتراك تحت الفيديو. بعد كده هندوس على كلمة الجرس. هنفعل كل عشان يوصل لكل جديد. واهم حاجة تفعل كل عشان اي اشعارات اي حدث يحصل في الاسكان او في الاراضي او في الشوق تبع عندك علم بيه. بكده يكون خلصنا حلقتنا النهاردة بخصوص اسكان الاراضي المتميز. ان شاء الله برضو هنتكلم عن الاسكان الاكسر تميزا والمدن المطروحة فيه. شكرا. 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 شكرا.